رحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي الزراعي قسم الانتاج الحيواني والداجيني منظومة الجدرات طبعا انشاء الله بإذن الله احنا تناول مع بعض بإذن الله تعالى خلال الفترة أو الحلقات القادمة بإذن الله منهج دجاج التسمين ودجاج الجدول طبقا للمنظومة الجديدة وهي منظومة الجدرات اتفقنا مع بعض ان احنا طبعا التعليم الفني هو قاطرة التعليم في مصر ويحظى التعليم الفني برعاية كبيرة جدا جدا من قبل الدولة ومن قبل القائمين على التعليم في مصر نظرا لأهميته الشديدة لطالب التعليم الفني منظومة الجدرات الجديدة يمكن الناس كتير تستغرى بالمعنى وتستغرى بالكلمة يعني ايه كلمة جدرات؟ ده اللي احنا هنقوله مع بعض وهنتناوله مع بعض لكن طالب التعليم الفني هو الطالب الاساسي في مصر حاليا وهو الذي يبحث عن سوء العمل بنفسه والذي يجد له فرص كثيرة من سوء العمل اذا تابعنا في البرامج دي وان شاء الله نقدر نفيدكم بأي معلومة تكون بالنسبة للطالب اضافة جديدة عايزين الطالب مش يتناول المنهج كمنهج دراسي فقط لغير ولكن يتناول الطالب المنهج كمشروع تجاري خاصة في منهج الدواجن منهج الدواجن من المناهج اللذيذة جدا الشيقة جدا كل الناس تسعى للتعامل معها ولتحقيق ربحية من خلال هذه المشاريع نظرا لان دورة رأس المال بتاعتها سريعة طيب نرجع لموضوعنا الرئيسي ونشوف يعني ايه كلمة جدارات كلمة جدارة كلمة جدارة دلوقتي لما الطالب يخش يمتحن ما بقاش في حاجة اسمها ناجح وراسط طالب يا طالب جدير يا طالب غير جدير طالب جدير يعني اكتاز المهارات العملية اللي هي كلف بيها تمام طالب غير جدير لم يكتاز المهارات العملية اللي هو طبعا كلف بيه إذا جئنا نتكلم على الجدارات هنتكلم من منظور كبير هنقول إن الجدارة هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من المعارف العلمية مجموعة من المعارف العلمية والمهارات العملية والمهارات السلوكية يبقى ثلاث حاجات يبقى كلمة جدارة تعني عندي ثلاث كلمات تعني عندي معارف علمية وتعني عندي مهارة عملية وتعني عندي سلوك في تنفيذ هذه المهارة طب يعني ايه معارف عملية المعارف العملية هو اللي حيقولها لك المدرس بتاعك اللي اطلق عليه في المنظومة الجديدة اسم المقيم اللي هو حيقيمه حيكلفك بعمل تقوم به ويشوفك انت اجدت هذا العمل ولا لم تجدت هذا العمل ده اللي بيتقال عليه هو حيدي لك المعلومة وحيشرح لك وحيعرفك الدنيا ماشية ازاي وبعد كده مفروض من حضرتك تعمل المهارة العملية يعني تنفذ المهارة العملية بناء على المعلومات اللي انت اخدتها او المعارف اللي انت اكتسبتها من خلال درستك مع المقيم او المدرس بتاع الفصل بتاعك طيب يبا كده تناولنا كلمتين قلنا الاول في عندي معارف تمام علمية وعندي مهارات سلوكية النقطة التالتة كنا بنقول ايه مهارات عملية النقطة التالتة كنا بنقول ايه ايه السلوكية ايه المهارة السلوكية دي ايه السلوك السلوك اسناء تنفيذ المهارة السلوك اسناء تنفيذ المهارة سلوكك ايه تمام كنت بتنفذ المهارة ازاي درست حد ولا ما درستش حد نفست المهارة ديت بسلوك قويم اه إذن الجدرات عبارة عن ثلاث كلمات أساسية عشان لما حد يجي يسألك ويقولك أنت بتدرس منظومة الجدرات يعني إيه عم؟ أنت جدرات ديت أنا ما نعرفش يعني إيه جدرات تقوله الجدرات ثلاث كلمات عبارة عن مهارات تمام عملية الأول عندنا معارف علمية ثم مهارات عملية ثم مهارات سلوكية طيب هنتناول إيه بقى النهار ده مع بعضنا هناخد منهج تربية دجاج التسمين دجاج التسمين وهو الدجاج الأبيض هو دجاج صغير في الحج دجاج صغير في الحج اللي كلنا بنتناوله أثناء طبعا المعيشة يعني يمكن أكثر حاجة تدولا هو الدجاج في مصر إيه الدجاج ده وقصته إيه؟ الدجاج ده أعماره هي صغيرة جدا يعني لا تتخطى سبع أسابيع أو تمن أسابيع بالكتير خالص إذن هو عمره صغير تمام؟ يتميز ببعض المزايا الكثيرة جدا اللي بتخلي الناس تقبل على تربيته واللي تخلي الناس تقبل على طبعا التناوله في كغزاء طب لو أنت فكرت تعمل مشروع تجاري فيما يتعلق بدجاج التسمين هل يترى نستطيع تحقيق مكاسب ولا لم نستطيع تحقيق مكاسب؟ إن شاء الله بإذن الله لو تبعتنا كويس بإذن الله تستطيع تحقيق عدة مكاسب وفي فترة زمنية قصيرة والكلام ده ليه؟ طبعا نظرا لما يتميز به دجاج التسمين لو بصنا مع بعضين وشوفنا دجاج التسمين هللاقي إن أهمية دجاج التسمين أنه يعتبر لحم الدجاج ذات قيمة عالية يعني إيه الكلام ده؟ يعني يتميز لحم دجاج التسمين بالقيمة الغذائية العالية؟ عشان كده شريحة كبيرة جدا من المجتمع بتقبل عليه؟ كويس قوي النقطة الثانية قلنا إن الدورة الإنتاجية لدجاج التسمين تمام تقريبا لا تتجاوز ثمن أسابيع زي ما قلت لك يعني دورة رأس المال بتاعته قصيرة يعني حضرتك تستطيع تحقيق أرباع لو جبتك تكوت ربيته من عمر يوم لغاية عمري ثمن أسابيع هو الغالب كمان سبع أسابيع إحنا بنقوله ثمن أسابيع لو طالت عندك فترة التسمين وطبعا بيبقى فيه خطورة في إطالة فترة التسمين عن ثمن أسابيع بعد كده حنتعرض له أثناء المحاضرة وإحنا شغالين يبا لحم دجاج التسمين زي تقييمة عالية ولا لا؟ آه زي تقييمة عالية طيب الدورة الإنتاجية لدجاج التسمين سريعة ولا غير سريعة؟ لا دي سريعة طب مدتها قدية؟ طبعا لا تتجاوز الثمن أسابيع النقطة الثالثة بالنسبة لنا اللي هي رخص ثمن دجاج التسمين واحد حيقول لي عم ده دجاج التسمين دلوقتي أسعاره غالية جدا وصلت كذا إذا أنت قارنته باللحوم الحمراء هتلاقي ما فيش نسبة طبعا ما بين الأسعار دي والأسعار دي دجاج التسمين إذا قارنته ما بينه ما بين أسعار الرومي هتلاقي أسعار الرومي عالية لو قارنته ما بينه ما بين أسعار الطيور المائية هتلاقي أسعار الطيور المائية عالية جدا إذن رخص ثمن دجاج التسمين النقطة رقم أربعة سهولة تربيته وتغذيته يعني حضرتك اي حد عادي لو حب يجرب في دفعة ويتعامل معها اكيد حينجح فيها ان شاء الله اذا تتبع التعليمات الاساسية الطبيعية اللي حنقولها مع بعض ونتناولها مع بعض يبقى سهولة تربيته وتغذيته ما بياخدش مني مجهود في عملية التربية والتغذية هي شوية قواعد كده لازم نرعيها تنجح فيها نقطة اللي بعد كده ان اللحوم بتاعته لحوم صحية ودي اتمقترنة بالنقطة الاولى لان هو لحمه طبعا لحم الدجاج زا تقييمة ايه؟ عليها اذا اللحوم بتاعته لحوم ايه؟ صحية يبقى تاني اما ييجي يقول لي ما هي اهمية انتاج اللحم من الدجاج هتقول له يعتبر لحم الدجاج زا تقييمة عليها الدورة الانتاجية سريعة رخص سمن دجاج التسميم سهولة تربيته وتغذيته لحومه صحية تمام بص بقى النقطة يوافق تمام كده كل البيئات الاجتماعية وكل الاديان السماوية يعني مفيش حد بيعترض على دجاج التسميم ويقول ده محرم عندنا في دين ملأ الاديان يبقى النقطة الاولى اللي احنا بنتكلم فيها قلنا ما هي اهمية دجاج التسميم لو بصنا للاهمية حلا اهمية كبيرة جدا ظهرت طبعا واضحة قدامنا دي تستدعي ان انت تهتم بهذا المشروع ولا خلاص انا هناخده كدراسة وحننجح في المدرسة وحنقلص دراسة ونوعه ما ينفعش لو انت مارست الموضوع ده اثناء دراستك واحنا عملنا المشاريع دي طلبة كتير ودلوقتي بقى متفوقين على نفسيهم وماشيين كويس قوي وحبوا الموضوع اهم شيء ان انت يكون عندك الحب للشيء اللي انت بتقديه انا داخل على شيء بنتعلمه عشان نطبقه يعني حضرتك بتاخد علم عشان تطبق هذا العلم يعني مش انا بس نتعلم عشان نتعلم ونمشي وخلاص والمعلومات بعد سنة ننساها لا لو انت اخدت العلم ده ونفسته وطبقته اكيد بازن الله تعالى حتستفيد منه استفادة كاملة ده فيما يتعلق بالنقطة الاولى اللي هي نقطة دجاج مين التسميم في اهميته طيب انا عندي بقى عشان نتعامل مع دجاج التسميق عايز نعرف ايه الاشياء اللي انا يجب اننا نقوم بيها عشان نقديها بحيس ان هي ما تسبب ليش اي مشاكل ما نروحش بقى نجيب فلوس وندفع فلوس ونجيب عليقة ونكلف تمام ونصرف على عنابر ودفيات وغيره ونجي في نهاية المشروع نلاقي نفسي خسرت لا انا عايز نكسى فحنعمل ايه نقطة اللي هتقابلني وهي عملية التحديم نقطة اللي بعد كده هي نقطة مين التحديم نقطة التحديم ديت او زي ما بنتكلم الاول قبل ما نقوله التحديم نقوله مساكن دجاج التسميق نعرف الاول بيتربى فين وبعد كده نعمل التحديم بتاعه وبعدين نعمله الرعاية الصحية الكاملة بتاعته فيما يتعلق بمساكن دجاج التسميق العنابر دي ات لها اهمية كبيرة جدا 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 ازاي حضرتك حتقولي طبعا بطاق الطائر من اي تقلبات جوية تقلبات جوية لو في فصل الصيف درجة حرارة عالية جدا تأصل على الطائر طب لو في فصل الشتاء رياح وشتاء وامطار تؤثر تأثير كبير جدا على الطائر اذا احنا بقى طب بنتعامل مع الطائر ازاي بنتعامل معاه يا اما فيه عنابر تمام مفتوحة يا اما فيه عنابر مغلقة وده نقطة مهمة جدا 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 يبا لما حد يجي يقولك ما هي انواع عنابر التسميق بتقوله اولا عنابر مفتوحة ثانيا عنابر مغلقة طيب العنابر المفتوحة هي التي يراعى عند انشاءها توفر الظروف الجوية المناسبة بص يا حبيبي ساعة متقوم زروف جوية مناسبة يبا عندك حرارة رتوبة تهوية اضاءة هي دي الظروف اللي احنا بنقول يعني مجرد ما تسمع كده او تسمعي كلمة زروف بيئية يبا لازم نتكلم في حرارة رتوبة تهوية اضاءة انت كمربي لازم توفر هذه ليه العناصر تمام وطبعا الكلام ده كله عشان ناقي الطائر من اي تقلبات جوية يبا اول نوع من انواع العنابر اللي عندنا اسمها عنابر ايه مفتوحة يراعى عند انشاء العنابر المفتوحة اللي هي اهم حاجة الظروف الجوية المناسبة او الظروف البيئية المناسبة زي درجات الحرارة زي الرتوبة زي التهوية زي الاضاءة زي التقلبات الجوية زي الرياح زي غيره تمام وحنشوف الكلام ده طبعا باستفادة اه في النقطة اللي جاية او النقاط اللي جاية طب تاني نوع عندنا اللي هو العنابر المغلقة العنابر المغلقة اسمع العنابر المفتوحة الاول قبل ما ننقل منها هي التي تعتمد على وجود فتحات للتهوية يعني كده عندك شبابيك في داخل العنبر لاحداث عملية التهوية في داخل العنابر عشان كده بيطلق عليها عنابر مفتوحة طيب تاني نوع من انواع العنابر العنابر المغلقة وهي بقى ايه العنابر المغلقة التي يتم فيها التحكم في درجات الحرارة والرطوبة والتهوية والاضاءة تمام بنفسك انت كمربي يعني من الاخر حضرتك بتعتمد على وجود مراوح وشفطات لاحداث التهوية في داخل العنبة بتعمل حرارتك بتعمل تدفاتك بتعمل التهوية المناسبة بتزبط الرطوبة المناسبة في عنابر بيطلق عليها العنابر المغلقة يبقى ايه الفرق ما بين العنابر المفتوحة والعنابر المغلقة العنابر المفتوحة هي التي تعتمد على وجود فتحات للتهوية اللي هي شبابيك يعني لاحداث عملية التهوية في داخل العنابر والتحكم من خلالها في الظروف البيئية اللي هي الحرارة والرطوبة والتهوية والاضاءة وغيره طيب العنابر المغلقة هي العنابر التي لا يوجد بها فتحات للتهوية امال ايه بنعتمد فيها على المراوح والشفاطات لاحداث التهوية في داخل العنابر يبقى دي اللي اسمها العنابر المغلقة ودي اللي اسمها العنابر الايه المفتوحة يبقى انواع مساكن الدجاجة شباب اللي هو ايه عنابر مفتوحة وعنابر ايه مغلقة كل مربي بيتعامل مع نوع العنبر اللي هو ينسبه طبقا لامكانياته المادية وطبقا للبيئة اللي هي بتنسبه وطبقا للأوضاع المعيشية اللي هو بيعيش ايه فيها تمام طيب ننقل بعد كده على نقطة تانية اللي هي بنقول فاهمين بقى نتكلم فيها الرسمة اللي قدامنا ديك او الصورة اللي واضحة قدامنا ديك تبين نموذج للعنابر انت عايزك بنفسك تستنتج وقل لي نوع العنبر اللي موجود ده ايه سمعك وسمعك بتقولي لي عنابر مفتوحة ايه اللي خلك تقولي ان هذه العنابر عنابر مفتوحة نظرا لوجود شبابيك واضحة تماما على جانبي العنبر تمام يبقى هذا نموذج للعنابر يا شباب عنابر المفتوحة حبيت نوريلك بالصور عشان طبا انت متخين شكل العنبر المفتوح ايه وشكل العنبر المغلق ايه يبقى ده نموذج لعنابر مفتوحة ولا مغلقة على طول اول ما تشوفه من غير محد بقى ايه خلاص يقولك ده عنبر ايه طب انت عارف انت بتتعامل مع اي نوع من انواع مساكن الدجاج التسمية يبقى هذا العنبر عنبر من العنابر المفتوحة طيب لو بصنا بقى الحاجة بعدين هللاقي نموذج للعنابر قل لي انت سمعك وسمعك بتقولي ان ده نموذج للعنابر المغلقة عنابر مغلقة طب ليه ايه اللي خلك تقول كده اولا لا يوجد به اي فتحات للتهوية بالاضافة لوجود شايفين الشفطات اللي موجودة قدامنا والمروح اللي موجودة في داخل العنبر يبقى هو اعتمد اعتماد كل في احداث التهوية على وجود مراوح وشفطات وبدون استخدام شبابيك او فتحات للتهوية يبقى احنا كده اخدنا نموذجين نموذج للعنابر المغلقة ونموذج للعنابر المفتوحة اعتقد كده واضح وانت كده عايزك تبقى قاعد معيه تبقى متخيل شكل العنبر عامل ازاي وشكل اه وضعه عامل ايه عشان لما نيجي نقولك نعمل تحديم في عنبر مفتوح تبقى متخيل شكل العنبر المفتوح هنعمل تحديم في عنابر مغلقة او هنربي في عنابر مغلقة طب انت عارف الدنيا ماشي ازاي تمام طب نبص بقى في النقطة اللي بعد كده عندي بقى ايه هل يطرى اي عنبر او اي مكاة ييجي ينفع يكون عنبر تسمين قال لي لأ طبعا طب في ايه بقى قال لي هناك شروط يجب مراعطة في عنابر التسمين ايه هي الشروط التي يجب مراعطة عند انشاء عنابر التسمين عايز نعمل عنبر تسمين عايز نعمل مشروع بتيجي تقول لي يا مستر لو سمحت انا عايز نعمل مشروع نقول لي خلاص اعمل مشروع ولا هناك بعض الاعتبارات او الشروط الواجب مراعطة عند انشاء عنابر ايه التسمين قل هلنا اول نقطة قال لي موقع مميز قريب نسبيا من المدينة ده ايه الكلام ده يعني لابد ان يكون الموقع اللي حضرتك او حضرتك بتختاره لازم يكون قريب نسبيا من المدينة طب حد عارف هيقول لي ليه هنقول له ليه لتسهيل عملية النقل لتسهيل عملية ليه النقل افرد ان انت عندك كمية جميلة جدا جدا ودجاج عالي جدا ومعدلات النمو بتاعته مرتفعة وتماء والناس عايزة تشتري منك والناس بيقولوا والله ده مزرعة الشخص كذا دي مزرعة متميزة لكن المكان بتاعه غير مناسب لما الرجل بيروح لك بيبع عنده مشاقة كبيرة جدا في الوصول اليه هل يا طرح هيروح لك هيقول يا عم لا ده انا فرق السعر اللي انا حنوفره فرق البتاع بيبهدل العربيات اللي انا بنروح ننقل بيها وبيبهدل الدنيا يبقى اذا اول شرط ومن الشروط الهمة جدا هو اختيار الموقع المناسب للايه للمزرعة طب الموقع المناسب ده تختاره بنان علي نختارها اذا الموقع تبقى لانه يجب ان يكون سهل الوصول اليه ببساطة هي خلاصة الجملة دي سهل الوصول ايه ايه ليه طب بيقول لك ليه عشان يبقى سهل الانتقال منه وايه ليه لما تشتري عليك تعرف توصلها تبقى المسألة بسيطة انت بتسوى التجار تجيلك تبقى العملية بسيطة جدا في النقطة دي طيب تاني نقطة بالنسبة وهي الايه الارضية المستوية الارضية الايه المستوية يعني ايه يعني لازم ارضية العنبر تكون ارضية مستوية تكون خالية من اي شقوق تمام ليه طبعا عشان ما تبباش ده بقى مالجأ بقى لتربية الحشرات والقوارد تبهدل الدنيا اهم عدو بالنسبة للدجاج هو القوارد والحشرات والعرس والفران وغيره طيب كويس قوي يبقى لازم الارضية دي تكون ارضية ايه مستوية تمام النقطة رقم 3 منطقة لا تكسر بها الرياح يعني ايه عم يعني مش كون منطقة طيارات هوائية عالية جدا تؤثر على الطائق يبقى كم شرط الغيط دلوقتي يبقى لما ديجي نتكلم بنقوم شروط ما هي الشروط الواجبة عند اختيار الموقع المناسب لدجاج التسمين بتقول لي موقع مميز قريب موقع ايه مميز قريب الارضية بتاعته ايه مستوية الارضية بتاعته ايه مستوية النقطة التالتة طبعا مكان لا تكسر به الرياح ودي نقطة مهمة جدا 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 الرياح لو شديدة في عنبر انت ما انتش عارف تتحكم فيه تأثر تأثير جامد جدا على الجهاز التنفسي للطائر وبالتالي تسبب لهذا الطائر التهاب رأوي وطبعا اعتبر ان الطائر كده ضاع منك ومش طائر واحد انت لما بتيجي تربي في عنبر كبير زي كده ممكن تربي عشر تلاف كتكوت فبتخسر خسارة فادحة يعني يبقى كده قد قولنا تلات نقط دلوقتي من الشروط الواجب اعتبرها عند اختيار موقع التسمين طب النقطة اللي بعد كده توفر مصدر المياه الصالحة للاستهلاء ده نقطة مهمة جدا طب انا هنقولك تلات نقطة وربعة لابد من توفر مصدر للمياه لابد من توفر مصدر للكهرباء لابد من توفر مصدر للإيه للإضاء يعني تلات نقطة مهمين جدا 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 توفر مصدر لمين للمياه الصالحة بمعنى يعني ايه مياه صالحة دي ما هم مياه وخلاص طب ما انت ممكن تجيب لي مياه جوفية تبقى نسبة الملوحة فاعلية جدا تموت لك الطاق يبقى لازم مصدر للمياه الصالحة للاستخدام تمام النقطة اللي بعديها توفر مصدر لمياه للكهرباء طب هل ينفع يكون عندي عمبر نموزجي من غير ما يكون فيه مصدر للكهرباء لا طبعا لان الاضاءة لها دور كبير جدا زي ما هنعرف خلال المحاضرة ان شاء الله يعني ايه دور الاضاءة وهي مهمة ولا مش مهمة على الطاق النقطة اللي بعد كده المساحة يجب ان تكون كبيرة ليه يعني يعني المساحة اللي انت اوخد طب يا عمي ما انا عايز واحدة صغيرة وخلا اعمل حساب ان انت حتتوسع مستقبلة يبقى لازم ناخد مساحة جيدة مساحة كبيرة في الحجم عشان التوسع فيما بعد كويس قوي النقطة اللي بعد كده ان تكون على مسافة من اي مزرعة اخرى وفقا للوايح والقوانين تمام المنظمة ايه بقى اللوايح والقوانين على الاقل تكون على بعد من كيلو الى ثلاثة كيلو يعني ما تقلش اقرب مزرعة ليك عن بعد عن كم كيلو بينك وبينها كيلو طب ليه عشان لو فيه اي مرض منتشر في اي مزرعة مجورة ما يقصرش على القطيع عندك وطب عندك مشكلة جامدة جدا تمام يبقى كم نقطة دلوقتي لما ما بنتكلم على الشروط الواجب مراعطها عند اختيار الموقع الملائم او الموقع المناسب لدجاج التسمين قلنا نمر واحد يكون قريب من المدينة او سهل الوصول اليه تمام نمر اثنين قلنا الارضية مستوية طب نمر اثنين قلنا منطقة لا تكسر بها الرياح تمام قلنا اربعة لابد من توافر مصدر للكهرباء كويس اوي بعد كده قلنا المساحة يجب ان تكون يجب ان تكون ايه قريبة اه تبقى للوايح والقاني اللي هي بتنص على ان لا تقل المسافة بينك وبين اي مزرعة اخرى عن من كيلو الى ثلاثة كيلو تمام بعد كده قلنا لازم يكون المنطقة اللي انا وخدها دي اي كبيرة ولا صغيرة المكان المخصص اللي انت اخده مكان كبير نظرا لان شاء الله بإذن الله التوسع المستقبل اخر نقطة بقى ان تكون في مكان معزول لتحقيق الامن والامان ان تكون في مكان معزول لتحقيق الامن والايه والامان كويس اوي يعني ايه يعني المكان بتاع المزرعة ده يعني مباشر في داخل منطقة ايه سكنية يفضل ان هو يكون بعيد شوية لكن طبعا سهل الوصول ايه ايه ليه عشان ما جيش تقول لي انت قلتلي موقع قريب اه قلتلك قريب نسبيا قلتلك قريب ايه نسبيا تمام يبتاني ما هي الشروط الواجب مرعدة عند اختيار عنابر التسمية موقع مميز قريب نسبيا من المدينة الارضية مستوية منطقة لا تكسر بها الرياح توفر مصدر للمياه الصالحة ودي مهمة جدا توفر مصدر للكهرباء تمام المساحة يجب ان تكون كبيرة تمام نظرا للتوسع المستقبلي ان تكون على مسافة من اي مزرعة اخرى تمام تبقى للوايح والقوانين التي تنظمها تمام ثم بعد ذلك تكون في مكان معزول لتحقيق الامن والامان الحيوي تمام النقطة اللي بعد كده ده كده احنا اتكلمنا على اللي هو شروط الواجب مرعدة طيب الشروط الواجب مرعدة في عنابر ده جاجة تسمية اللي في العنبر بقى اللي جوه العنبر طب نعمل ايه احنا قلنا دلوقتي شروط اختيار عشان ما تلغبتش ما بينلي اتنين احنا قلنا شروط اختيار العنبر المناسب اخترنا عنبر مناسب طب الشروط الواجب مرعدة في عنابر ده جاجة تسمية بيقول لي توفير وضبط الظروف البيئية ايه هي الظروف البيئية دي الحرارة الرطوبة تبقى للاحتياجات وحسب الاعمار تمام وحسب حالة الطائد كويس قوي يبا تاني توفير وضبط الظروف البيئية من حرارة ورطوبة وفقا لاحتياجات الطيور حسب المرحلة الايه العمرية حماية الطيور من العوامل الجوية زي ما قلتا في بداية المحاضرة اللي هي مثل الشمس والعواصف منع دخول القوارد والطيور لما قلتلك الارضية مستوية فتمنع طبعا دخول اي قوارد او طبعا طيور متوحشة او طيور بير او حيوانات برية تمام بعد كده التنبيه لاهمية العزل الحراري عند بناء العنبر لازم العنبر لما تعمله يبا معموله عملية عزل حراري يبا دي الشروط اللي بتخص المسكن اه دي الشروط اللي هي الواجب مرعدة عند بناء او طبعا عند في داخل عنابر التسمين يبا الشروط الواجب مرعدة في عنابر دجاج التسمين ضبط الظروف البيئية ايه هي الظروف البيئية مثل الحرارة الرطوبة التهوية طب بعد كده حماية الطيور من العوامل الجوية شمس عواصف تمام بعد كده منع دخول القوارد والطيور البرية والحيوانات البرية الى مين الى داخل العنابر هيأثر بالسلم التنبيه لأهمية عمل عزل حراري في داخل الايه العنبر وديت اللي بنقول على بقى الشروط الواجب مرعدة عند عنابر دجاج التسمين بعد كده بقى يعني ايه بنشوف اتجاه العنبر طب اتجاه العنبر نعمله ازاي انا عندي كم نوع من العنابر عندي عنابر مفتوحة وعندي عنابر مغلقة اتفقنا ان العنابر المفتوحة يكون اتجاهها متعامد مع اتجاه الرياح يبا لازم وانت بتصمم عنبر مفتوح يكون اتجاه العنبة عمودي ولا موازي عمودي متعامد مع اتجاه الرياح فين طبعا في المنطقة اللي هو طب الكلام ده ليه عشان نعمل زيادة في معدلات التهوية في داخل العنابر التهوية شباب مهمة جدا 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 في داخل العنبة يبا تاني في العنابر المفتوحة يجب ان تكون ايه يجب ان تكون اتجاه الرياح طبعا متعامد يجب ان يكون اتجاه ايه الرياح متعامد واحد يقولك طب ليه متعامد عشان نساعد على احداث التهوية لاننا بنعتمد على التهوية في داخل الايه العنبر من خلال العنابر المفتوحة طب لو تكلمنا بقى على العنابر المغلقة العنابر المغلقة يكون اتجاهها موازي يبا لو قلت عنابر مغلقة الاتجاه بتاعها يكون موازي طيب لو قلت عنابر مفتوحة يكون الاتجاه بتاعها ايه عمودي او متعامل تمام طيب قال لي ليه بيقول لي لان الرياح السيدة في المنطقة دي لا تعيك الرياح عمل اللي ايه المراوح لان انا مشغل جوه مراوح وشفطات في داخل العنبة انا مليش دعب الرياح شكلها ايه انا بنعتمد على تهوية ذاتية في داخل العنبة بينما في العنابر المفتوحة احنا بنعتمد على التهوية طبعا الخارجية طيب لا تقل المسافة بين كل عنبرين متجاورين عن 20 متر انا لسه اقول لك من شوية احنا هنعمل ان شاء الله ناخده مكان كبير ونبقى عامل توسعة المستقبلية يعني لما نيجي نعمل عملية توسعة المستقبلية لابد ان نراعي الاتي ان تكون المسافة ما بين العنبرين طبعا اي عنبرين متجاورين لا تقل عن كم متر عن 20 متر مش المزرعة والمزرعة يعني حضرتك عملت عنبر او حضرتك عملت عنبر ولايتيه كويس والمشروع ماشا معاك والدنيا بقت حلوة وتمام التمام عايزة نعمل كمان مشروع تمام او كمان عنبا نعمل العنبر ده نلزقه فيه نجيب المبنى نلزق المبنى في المبنى قال لي لا لا يقل عن مسافة كم متر عن 20 متر ي custاني ده نقطة مهمة جدا عند عمل توسعة مستقبلية في داخل العنابر يجب ان يكون العنبر الجديد اللي انت اح تبنيه لا يقل تمام عن 20 متر يعني ما يقلش عن 20 متر المسافة بين العنبر ده وبين العنبر ده لكن المسافة بينك وبين اقرب مزرعة من كيلو الى تلاتة كيلو تمام كده دي اللي هي بالنسبة للنقطة الاساسية لو مزرعة ومزرعة لكن لو عنبر وعنبر المسافة ما بين العنبر والعنبر كان متر لا تقل عن عشرين متر المسافة ما بين العنبر ايه تمام يا شباب معايا كده عايزين ناخدوا الموضوع كده بشكل حلو كده عشان نستفيد منه ونصدقوني ده موضوع شايق جدا وان شاء الله نستفيده من القناة ديت يعني بإذن الله بإذن الله بتقدم وجبات آآ قيمة جدا بالنسبة للطلبة لو انت تبعتها بس عندك ميزة كويسة جدا غير المدرس الفاص مدرس الفاص بيعمل ايه بخش يشرح ويمشي انت بعد لو حتى فاهم بنسبة مية في المية بتنسى اللي هو قاله لكن حضرتك عندك المحاضرة مسجلة وبتنزل وبتعيد مرة واتنين وتلاتة وتستطيع طبعا الالمان بيها الماما كاملة تمام طيب ننقل بعد كده على نقطة تانية اللي هي ايه بيقول في النقطة اللي بعديه اهم التجهيزات الخاصة بعنابر الدجاج التسميق ايه التجهيزات اللي انا هنعوزها قال لي حواجز او ستائر بلاستيكية حواجز او ستائر بلاستيكية كويس مصادر للتدفئة مصادر للايه للتدفئة اظن حد يقول لي يعني ايه حواجز نقول له انا بنيجي لما بنجري عملية التحديم في داخل العنابر بنعمل ايه في عملية التحديم عملية التحديم دي مهمة جدا 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 يا شباب نقولها ونتناولها بعد كده نقولها برضو باستفادة عملية التحديم الطائر بيطلع طبعا من الكاتكوت بيطلع من المكينة بتاعة التفريخ او بعد الفقس بتاعه على درجة حرارة لا تقل عن 37.8 درجة مقوية او 37.7 درجة مقوية يبقى درجة الحرارة اللي بيفقس عليها الكاتكوت 37.8 من 10 درجة مقوية هل يصلح ان انا بعد ما ناخد الكاتكوت مباشرة من المكينة او من تحت الام مباشرة وانا هنعمله تحديم في عنبا لما نيجي نعمله يعني ايه كلمة تحديم في عنبا حضانة في عنبا يعني بنيجي انا ناخد خمس العنبا ناخد خمس العنبا بالبلد كده احنا بنقولها في لغة الناس فهمها باكية في العنبا يعني بنيجي على منطقة فيها خرصانة كده وبننشئ بنحط عندي حاجز وبنحط ستارة وبنجيب دفيات نحطها في داخل العنبر تبقى للمساحة وتبقى للعداد اللي انت بتربيها تمام وبتاخد الكاتكوت بقى لازم تزبط له درجة حرارة معينة ايه هي درجة الحرارة اللي بالنسباله طب انت بالعقل كده الكاتكوت لسه طالع تمام على درجة حرارة 37 و7 من 10 درجة مقوية يا عم خليها 37 ونص درجة مقوية هل يصلح ان انا نعرضه لدرجة حرارة الجو العادي على درجة حرارة 24 على طول طبعا يأثر يالتهاب رئوي على الجهاز التنفسي للطائر ويأثر عليه ويموت هذا الطائر طب حضرتك حنعمل ايه نستخدم دفيات ونستخدم ترمومترات لقياس درجة الحرارة ونزبط الرطوبة في داخل العنبة يبقى حنزبط الرطوبة حنزبط التهوية حنزبط الحرارة تمام كده من خلال وجود دفيات في داخل العنبة بس انا ما بنفردش كاتكوت في داخل العنبر طب لو فردتك كاتكوت في داخل العنبر كله ايه اللي هيحصل معي هيحصل اللي انا بنقولك عليه ان المكان واسع قوي فبالتالي مش هتعرف تزبط درجة الحرارة للطائر طب لما نحضن على الاقل من اتنين وتلاتين لاربعة وتلاتين درجة مقوية يبقى انت خفيت تلات درجات عن الوضع اللي هو كم فيه تمام ثم تخفى اسبوعيا بمعدل درجة اللي تلاتة اسبوعيا ننزلها في نهاية الاسبوع الى كم درجة كمان درجته الى ان نصل الى من اتنين وعشرين لاربعة وعشرين درجة مقوية ويبقى كده دي درجة حرارة يستطيع الكاتكوت التعايش مع درجة حرارة الجو العادي لكن في المرحلة الاولى لعملية التحديد هل يصلح اننا نجيب الكاتكوت من سبعة وتلاتين درجة مقوية وبعد انه رحضتهم نخلوا في عنبر على درجة حرارة اربعة وعشرين لا طبع يبقى لازم نجري عمليات تحديد في داخل العنابل عمليات التحديد دية زي ما قلتلك تستخدم فيها طبعا مشربيات مصاقي دفيات درجة حرارة ترمومتر لقياس درجة الحرارة ولازم لما تعلق الترمومتر في داخل العنبر يكون الترمومتر ده محتوط على سطح على سطح ظهر الطائر يعني بالبلد كده على ارتفاع عشرة سنت من الارض فيه ناس لما ييجي يقولك مثلا جيه راجل قالك انا عايز ناس تشتغل معايا في المزرعة ولا خد علق لي كده زبط لي الترمومتر بيختبرك بيشوفك بتفهم ولا ما بتفهمش فاهم يعني زي ما انت قلت له انا خليك دبلوم زراعة ومعايا ودرست دواجن ودخلت عنابل وتعلمت وكده لا ناخد الترمومتر نعلق الترمومتر على ارتفاع عشرة سنت من الايه من الارض طب ليه لان انا عايز الحرارة نقص على سطح ظهر الطائر انا عايز نقيس درجة حرط الطائر يا جماعة مش عايز نقيس درجة حرط الارضية فاهمين معي ولا لا طيب فايزا نرجح تاني بقى طب ايه التجهيزة اللي انا بنعص الكلام اللي انا قلت لك عليه ده كله يلا بينا نشوفها نقطة نقطة حواجز او سطائر بلاستيكية اعتقد كده بقت متخيل يعني ايه حواجز يعني قلنا بنجي على جزء في العنبر نعمل عليه الحواجز النقطة التانية مصادر تدفع طب ايه هي انواع الدفيات عندي دفيات غاس عندي دفيات كهربائية عندي دفيات اشعة تحت حمراء عندي دفيات بغاز البروبان عندي كتير جدا من انواع الدفيات يبا تاني دفيات الغاز دفيات كهربائية دفيات اللي هي الاشعة تحت ايه حمراء طب المصاقي عندي انواع كتير جدا من المصاقي عندي مصاقي ارضية عندي مصاقي طولية عندي مصاقي اوتوماتيكية عندي مصاقي بيطلق عليها مصاقي الحلامات تمام وديت طبعا بتوبة من اعلى انواع المصاقي لانه هزي النظام الحلامات دي نظام كويس جدا وبيوفر فيه استهلاك المياه وبيوفر فيه ابتلال الفرشة نتيجة استخدام المشابيات العادية يبقى انواع المساقي اللي عندنا مساقي ارضية مساقي طولية مساقي اوتوماتيكية ومساقي الحلمات تمام طيب الحلمات دي مجرد الطائر ما يحط يعني بتبقى زي يعني زي سن كده طالع بسيط جدا يعني مجرد الطائر ما يجي المنقار بتاعه عليه ينزله نقطتين المياه اللي هو عايزه تمام دي اسمها مساقي اللي ايه الحلمات طيب بعد كده عندنا هنعوز معالف المعالف دي قد تكون معالف يدوية وقد تكون معالف اوتوماتيكية وقد تكون عندي معالف طبعا زات السلسلة او معالف دائرية هنوريكو اشكال الكلام ده كل دلوقتي وتتخيلوا المعالف الدائرية دي اتقنبوبية بجهاز نقل ميكانيك يعني ايه يعني بيجي زي حط لك زي جاي عليها سير كده تمام وبتحط العليقة والسير على طول بيمشي فبينقل العليقة في شكل دائري وفيه طبعا عنابر زات السلسلة بتاخد نفس الفكرة يبقى انواع المعالف اللي موجودة عندنا قد تكون معالف يدوية معالف عادية خالص بتحطها وبتشيلها بإيدك او معالف اوتوماتيكية او معالف طولية زات السلسلة او معالف دائرية تمام والدائرية دي ات بنقوله عليها دائرية انبوبية وحنوريك شكلها دلوقتي طيب بعد كده عندنا طبعا اضاءة طبعا الاضاءة ايه اللي احنا بنستخدمه في ما يتعلق بالاضاءة عندي مجموعة كبيرة جدا من وسائل الاضاءة وحناخدها باستفادة بعد كده اللي هي طبعا لمبات بنستخدم لمبات للدات نستخدم لمبات من الفلورسنت تمام نستخدم انواع كتيرة جدا من اللمبات طب وسائل التهوية اللي هتستخدمها في داخل العنابر دي مهمة ولا مش مهمة مهمة جدا خاصة اذا كانت هذه العنابر عنابر ايه مغلقة لابد من استخدام مجموعة من المراوح او الشفاطات تمام كده عشان تعمل عملية دفع للايه للهواء في داخل العنبة يبقى بيستخدم للتهوية مراوح وشفاطات واحيانا كمان اجهزة تبريد يبقى بيستخدم لاحداث عملية التهوية في ايه يا شباب معنا يستخدم ايه زي ما قلنا مراوح شفاطات بيستخدم كتير جدا من انواع اللمبات وحناخدها ونتناولها برضو باستفادة بيستيب التجهيزات بتاعة العنابر اللي انا حنعوزها ايه نعوز مصاقي قلنا انواحها نعوز معالف قلنا انواحها نعوز مصادر للاضاءة مهمة جدا قلنا لازم نعوز دفيات ودي قلنا كزا نوع منها ومهمة جدا 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 في مرحلة الحضارة ما ينفعش حضانة من غير ما يكون فيها دفيات يب انت ما عملتش حاي طب ليه درجة حرارة للجو العادية بتختلف عن درجة حرارة العنبر اللي انا عايز نحط فيه الكاتكوت على درجة حرارة معينة زي ما قلنا لا تقل عن من اتنين في خلال الاسبوع الاولاني من اتنين وتلاتين الى اربعة وتلاتين درجة مقوية بعد ما بيطلع الكاتكوت من المفقز بتاعه او من المفرخة على درجة حرارة سبعة وتلاتين ونص درجة مقوية حتى طبعا نتلف تعرض الطائر للاصابة بامراض الجهاز التنفسي او الالتهاب الرئوي اللي اثر على الطائر تمام؟ يبا ديها التجهزات اللي احنا عنعوزها في عنابر دجاج التسمين طيب بعد كده بيقول ليه عندي برضه ممكن نعوز اجهزة قياس زي ما قلناها اجهزة قياس درجة ايه حرارة واجهزة قياس رطوبة تمام؟ وغزة لازم تكون موزعة داخل العنبر زي ما انا قلتلك يبا تاني ما ننساش ان انا لازم نستخدم درجات حرارة انت كمربي دخلت العنبر تخش اول حاجة الاول بنبص كده ناخد نظر عامة على حالة الكاتكوت ده منتشر في داخل العنبة ولا كاشش كده واخد ركن في العنبة لو كاشش واخد ركن في العنبر يبا انت عندك خلق يبا الكاتكوت ده طب متكومين مع بعض كده في مجموعات ده الكاتكوت بردان يبا درجة حرارة مش متزبطة تمام؟ يبا اول دخلتك لداخل العنبة بعد طبعا ما تكون محتوط قدام العنبر مجموعة من المطاهرات تحط رجلك فيها اي حد داخل معك العنبر ويفضل طبعا ما تدخلش اي حد لو زبون جاي تاجر جاي ما يخشش انت بس بتخش توريه من بره تمام؟ تاخد مطاهراتك في داخل تبل رجلك طبعا وانت داخل في داخل العنبة وبعد كده تدخل بقى على العنبة اول حاجة بالنسبة لك زي ما قلت لك نظرة عامة كده تتخيل نفسك في داخل العنبة الطائر ايه؟ حيوي ومنتشر ونشيط وبيتحرك وبيجري وبيأكل وبيتغزة وبيشرب اه تمام انا ماشي مية مية طب لقيت حالة مثلا تكويم لمجموعة في كومة كده متكون فالكة تكويم تمام؟ لا ده انا عندي كده خلق نروح على الترمومتر او قياس درجة الحرارة كذلك قياس درجة الرطوبة الهايجروميتر لقياس درجة الرطوبة اذا انا عندي حاجات كتير جدا انا بنقيس من خلال الحرارة وبنقيس من خلال الرطوبة لابد ان تكون دي من ضمن تجهزات المشروع اللي يجب ان تكون موجودة عندي بصفة ايه؟ اه كاملة بالنسبة بالاضافة زي ما اتفقنا لازم نتأكد قبل الدفعة ما تيجي من عمل المراوح والشفطات لو ما تأكدتش مشكلة كبيرة جدا جدا ان ينتش طب ايه واحد يقول لي طب يعني التهوية لو سيئة ايه اللي هيجر التهوية لو سيئة حينتشر غاز اللي هو غاز الامونيا وغازات ضرة كتير جدا تطلع تأثر على الجهاز التنفسي للطاق يمكن انت وانت داخل العنبر تلاحظها من اول ما تخش تلاقي رحة كأن العنبر مخنوق بالنسبة لك ده نتيجة الانتشار غاز الامونيا في داخل العنبر تفهم على طول ان التهوية عندك تهوية رضيئة تهوية غير جيدة يبا انا يجب قبل ورود الكاتاكيت نكون متأكد مليون في المية من طبعا المراوح شغالة كويس الشفطات شغالة كويس الترمومتر تمام شغال الهايجروميتر تمام شغال الدفيات شغالة ومختبرها وكل حاجة تكون كاملة عشان مش بعد ما ييجي الطائر انا نبدأ نتعامل ان ليه عندي خلل حيضيع ضفعة كاملة وحيخسرها خسارة فادحة واحنا بنعمل المشروع بغرض المكسب ولا الخسارة بغرض المكسب طبعا اذا احنا الاساس بالنسبة لنا من مشاريع الدواجن هو تحقيق الايه الاربع بس لازم نراعي مجموعة من الخصائص والتجهيزات الاساسية اللي انا يجب ان احنا نعمل وزي ما احنا بنتكلم مع بعض دلوقتي كده ده بالنسبة لنا احنا في منظومة الجدرات يا شباب التقييم مش بيبقى كده مش بيبقى ورقي مش يجي يسألني يقول لي ما هي كذا وكذا وكذا تمام يسألك فيها ولكن في صورة احنا عندنا مجموعة من الوحدات كل وحدة تتكون في ده منظومة الجدرات تحديدة في مجموعة من المخرجات وكل مخرج له مجموعة من المعايير مجموعة من الايه المعايير احنا مثلا بنقول في معيار واحد واحد يجهز العنبر لاستقبال دفعة كتاكية يبقى فيه مجموعة من الخطوات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست الست خطوات ده انت دورك ايه انت كطالب تمتحم فيهم ازاي هنقول لك المدرس المقيم اللي معاه هيشرح لك شرح عملي تمام في كيفية تجهيز العنبر النقطة الاول هيقول لك هنعمل كذا وهنعمل كذا هناخدها باستفادة طبعا دلوقتي مجموعة الخطوات دي وبناء عليه هنحدد لك معادل التقييم مفروض حضرتك تكون ادركت كل خطوة بتتم ازاي طب لو بدلت خطوة مكان خطوة لم اكتاز طب لو عملت ست خطوات نموذج ايه يبقى انت كده اكتازت ازا احنا بنعمل المهارة العملية منظومة الجدارات بنيت على الاتي ان احنا كنا الاول بنشرح شرح مسمى نخش الفصل نشرح للطالب مادة نظرية تمام وكان بيبقى فيه حصة عملية بنشرح فعل عملي والمهارة اللي عليك وكده لكن دلوقتي انت كطالب مش هتنجح عندي لما ما تمارس المهارة العملية بنفسك يعني بنقول لك جهز لعنبا تمام لازم واحد واحد طالب طالب اثناء تقييمه يتم طبعا هو بنفسه تجهيز بنقوله فقرة تجهيز العام طب الفقرة اللي بعدين اعمل لي تجهيز للفرش حضرتك بنفسك لازم تجري عمليات تجهيز الفرش كم خطوة خمسة لازم نعرف الخمسة نبدل خطوة اتنين مكان تلاتة ماينفع اه تلاتة مكان اتنين مكان واحد ماينفع لازم الخمس خطوات يتعاملهم زي ما هم مكتوبين بالنسبة لك طب حتقول لها نحفاظه نقول لك لا ماينفعش تحفاظه لانك لازم تمارس المهارة العملية من خلال دليل اسمه دليل الملاحظة دليل ايه الملاحظة يعني ايه دليل الملاحظة ادلة الملاحظة ديه يشوفك المقيم اللي هو المدرس بتاعي تمام انت بتأدي العملية دي ازاي فهو لحظة شافة مش بيقولك اكتب لي انت فاهم معي ولا لا طب بعد كده عندي دليل تساؤل ممكن يسألك فيه يقولك ايا ليه الحرارة هنا من كذا كذا طب درجة الحرارة الصالحة مثلا اثناء فترة الحضانة مثلا كذا صح ولا غلط عبارات يبقى فيه دليل اسمه دليل تساؤل وفيه دليل اسمه دليل ايه ملاحظة ده ده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه في الجدرات اللي بيختلف طبعا عن المنهج العادي اللي احنا كنا بندرسه في الاول كنا بندرس مناهج نظرية يعني تسعين في المية منها كانت نظرية وعشرة في المية منها عملية دلوقتي قلبنا الموضوع بقت الناحية التسعين في المية منها بل خمسة تسعين في المية منها بنمارس نواحي عملية انا عايز نطلع طالب متميز عايز نطلع طالب جاهز لسوق العمل جاهز لسوق ليه العمل الدولة طبعا في منظومة التعليم الفني وفي منظومة الجدرات دلوقتي بتتعاون 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 مع الشركات اللي هي رجال الاعمال كتير جدا على اساس اننا نطلع له شاب او نطلع له فرض صالح يستطيع القيام بمهامه او يشتغل ويفيده مش بنطلع له طالب ما بيفهمش لا نطلع له طالب فاهم كويس جدا يستطيع ينتقل الى سوق العمل بيعناية وبرعاية وبكفاءة كبيرة جدا 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 يعني يؤدي بايده فانت تتعلم معي عشان تعرف تؤدي بايدك واذا انت ما كانش لك فرصة انك تنتقل لسوق العمل يا اخي انت اعمل لنفسك سوق عمل اعمل في بيتك مشروع صدقني مشروع سهل جدا وكمان رخيص ما بيتكلفش معك كتير جدا وتستطيع تحقيق ارباح كتيرة منه طيب نشوف بعد كده النقطة اللي بعد كده ديت نمازج لبعض انواع المساقي شايف المساقي شايف الكاتكوت وبشرة الكلام ده كله عند الشكل فيه عند الامعي اللي هو الاحمر اللي انت شايفه ده كده دي طبعا مساقي بنقول على مساقي اوتوماتيكية ونوع المساقي اللي جنبها ده نوع اخر من انواع المساقي شايف الكاتكوم بس النوع التاني اهم من النوع الاولاني النوع التاني ده مهم جدا للطائر لانه بيرشك في استهلاك المياه كذلك بيقلل في انتقال نزول المياه على الارضية وابتلال الفرشة وزيادة نسبة الرطوبة طيب وده كمان نمازج لبعض انواع المساقي الاخرى عندنا انواع كتير جدا من انواع المساقي شايف الطائر جايب لك منظر كويس قوي الطائر هو بيحط يا دوب المنقر بتاعه بينزله كمية قطرات المياه اللي هو عايزها بالزبط اذا دهنا كده بنعمل حاجة كويسة جدا بالرشط في الاستهلاك بصورة جيدة جدا طيب بعد كده جايب لك صورة هيط لبعض عنابر دجاجة تسمية شايف منظر شايف الجمال بتاع عنابر دجاجة تسمية صدقني لو دخلت في المشروع ده وعملته وحبيته ونجحت فيه ان شاء الله بإذن الله هتنجح فيه بمنطقة البساطة ده نموذج لبعض عنابر دجاجة تسمية شايف نظام المعالف اللي احنا قلنا عليها تمام الطائر واقف فيه سير بيعدي قدامه بيلميزة في السيور دي انها بتقلب بتقلب العليقة يعني بتخلي العليقة على طول في عالي التجدد تمام بالإضافة إلى ان الطائر لما كنت بتحط له طبق او معلاف عادية فيها العليقة بيخش برجليه كده بينحكش العليقة بيهضر كمية كبيرة جدا من العليقة بتنزل طبعا على الفرشة طيب نخش بقى على نقطة تانية اللي هي عملية التحديد ايه بقى عملية التحديد لما يقولك يعني ايه تحديد بنقوله هي الفترة التي تلي خروج الكاتكوت من البيضة الى ان تصل لعمر كم ازموه ثمان اسابيع يبقى تاني عملية التحديد يا شباب عملية التحديد بص معايا هنا بنقوله عملية التحديد دي تعبارة عن ايه هي الفترة التي تمام تكون منذ خروج الكاتكوت من البيضة وتستمر حتى ثمان اسابيع تستمر حتى كم يزموه ثمان اسابيع خلال الثمان اسابيع انا بقى لازم نوفر حضانات لميء للكاتكوت طب الحضانة دي تكون فا ايه لازم حضرتك تتعامل بقى توفر ظروف بيئية مناسبة عشان يستطيع الطائر التعايش وتستطيع الحصول منه على كميات كبيرة من الايه من اللحن طيب نكمل بيقولي الفترة فترة حساسة جدا في حياتي الكاتكوت زي ما انا قلتلك سبق قلتلك ليه مهمة جدا الكاتكوت لسه طالع من البيضة تمام كان على درجة حرارة 37.5 درجة مقوية او 37.7 من 10 درجة مقوية تيجي على طور تعمله صدمة لا لازم نعرضه لحرارة وتهوية ورعاية صحية سليمة تمام وعملية التحديد دي يا اما تتم فيه حضانات ارضية يا اما تتم فيه بطاريات طيب تاني عملية التحديد يا اما تتم فيه بطاريات يا اما تتم فيه حضانات ارضية طب اهمية عملية التحديد توفير الظروف البيئية زي ما قلتلك قلتلك تحضين يعني توفير ظروف بيئية لنمو الايه الكتاكيك وتوفير احتياجاتها تاني ارجع تاني معايا كل ما نقوله ظروف بيئية او احتياجات لازم يجي في دماغك مجموعة من العوامل حرارة رطوبة تهوية تمام كده اضاءة لازم الكلام طب وحنعرف النسب بتاعتهم اه يا مستر حنعرف النسب لان دي مهمة جدا ما انت بقى خلاص حبت الموضوع وحبت انك تشتغل في الدواجن اوكي ماشي خلاص نشتغل مع بعضين يبقى عرفني بقى كل حاجة عشان انا لما نيجي نفتح مشروع ما نسألش حد ونسأل اللي ايه اللي فاهم اللي يقدر يفيدني اللي يقدر ينجحني طيب يبقى همية التحديد توفير الظروف اللي ايه المناسبة لنمو الكتاكيك وتوفير احتياجات خلاص عرفناه بقى للحصول على منتج ايه عال بقى اقل ايه تكاليف بقى اقل ايه تكاليف كويس او بعد كده اول نقطة بقى بالنسبالي حضرتك عايز تجهز العنبر عندي خطوات غسيل وتطهير العنبر خطوات غسيل وتطهير العنبر ركز معايا الحاجات دي هتتسأل بها بعد كده من المقيم لما نيجي نتكلم في دليل المعلم ونشوفهم الطالب ايه اللي مفروض يعمله عشان المدرس يقيمه وينجح في هذا الايه التقييم اول نقطة زي ما احنا بنتكلم مع بعض بنقول خطوات غسيل وتطهير الايه العنبر اول نقطة قال لي تزال الفرشة المتبقية من دفعات سابقة اول حاجة يتم التخلص من بواقع دفعة السابقة لو كان عندك دفعة تانية انت مربي فيها شيل كل البواقع بتاعت وطلحها ايه بعيد عن مكان التحديد في مكان بعيد خلص طب منعا لانها تكون مصابة اي مرض او اي حاجة تأثر على الكتكون طيب نقطة تانية تزال اي بقايا ملتصقة بالارضية يعني لو الارضية ماسك فيها حاجة تحكها تمام كويس قوي بواسطة سكين خاص او فرشة خاسنة والتخلص منها بعيدا برضو عن مكان الايه التحديد اظن فهمتني كده قصدي ايه ببعيدا عن مكان التحديد بعيدا عن مكان التحديد منعا لان يكون الدفعة السابقة مصابة اي مرض او اي حاجة يأثر تأثير سلبي على الكتكون يبقى اول نقطة ان ازالة بقايا الدفعة السابقة تمام النقطة التانية لو كان في اي حاجة ماسكة في الارضيات تجيب سكين كده تمام زي السكينة كده اللي بيستخدمها بتاع الممحرات او المبايع تمام وتحق الارضية حق كويس جدا والكلام ده المخلفات دي كلها نطلحها قريبة من مكان التحديد ولا بعيدا عن مكان التحديد بديهي كده طبعا سامعك وسمعك بتقولي لا يكون بعيدا عن مكان الايه التحديد النقطة اللي بعد كده تزال الاتربة بص بقا معايا من الشبابيك والحوائي وتنظف لمبات الاضاءة وعواكس انا عملت مين الاول الشبابيك الاول ثم مين الحوائي ثم مين نظفت لمبات الاضاءة وليه يعني الاول لما تاخد العالي الاول يعني ما ينفعش مثلا نجي الروحانة منظف الارضية وبعد كده طالع منظف الحيطان وبعدين منظف الشبابيك وبعدين منظف اللمبات طب ما انت نظفت الارضية ما انت هتعمل هتنزل اتربة على بتنزل طبعا على المكان ده وبتلوسه وبتبوز الدنيا معاه اذا دي نقطة مهمة جدا بالنسبة لخطوات غسيل وتطهير العنبر يب احنا بنتكلم على خطوات غسيل وتطهير العنبر زي ما احنا قلنا تزال الفرشة تزال الفرشة تمام ثم تزال اي بقايا لها ثم تزال الاتربة من الشبابيك والحوائيط وتنظيف لمبات الاضاءة وعواكسة رش مبيد حشري رش مبيد ايه حشري اذا